موسيقى هذه الزيارة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمؤسسات الدولة خصوص الجيش اللبناني ورح يركز على ملف تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان ويطرح طرق المساعدة بس هل هول هن السبب الزيارة بهذا التوقيت؟ مصدر ديبلوماسي اعتبر للتليفزيون نشرة أنه العلاقات مع السورية ورجعت الناس حين السوريين عبلدهم رح يكونوا بمقدمة الملفات اللي رح تنترح على الطاولة فرح يطلب بومبيو من بعض الفرقاء الحلفة تشدد أكتر بهذا الملف وتسجيل موقف ضاغط لمنع فتح أي علاقة رسمية مع الحكومة السورية وتبطئ رجعت الناس حين السوريين عبلدهم المصدر أكد أنه الإدارة الأمريكية عم تضغط على الدول الشرق أوسطية حتى ما تتقرب من سوريا أو ترجع العلاقات الطبيعية معها قبل ما يصير في الحل السياسي اللي بداياه والزيارة بومبيو للبنان رح تصب بهذا الاتجاه بشكل أساسي وأشار إلى أنه الإدارة الأمريكية من لما أخدت القرار تنسحب من سوريا عم بتحاول تعزز حضورها بالمنطقة لتطمن حلفاء أنه بعد عم بتتابع الملفات الدولية والإكليمية وأنه بعد حاطة محاصرة حزب الله وإيران من ضمن أولوياتها وعم تشتغل لتضغط على الدول اللي عنده علاقات مع إيران والحزب وأكد أنه رح ينحكي خلال الزيارة عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية زيادة على الحزب مع انطلاق الحركة الحكومية والنيابية والمساعي الجماعية لاتهداية الوضع والسحب في تيل التوتر هل الوقت مناسب للزيارة ومعقولة ساهم مع اللي بتحمله من رسائل بأنه تأزم الأوضاع أكتر بالملفات الخلافية المتعلقة بالناس حين والعلاقة مع سوريا محمد زهوي تلفزيون نشرة تلفزيون نشرة